حيالك الله يا بو شادن الله يضاي لك كابتن فيصل قصة المصنع كيف جاءت يعني هو مصنع ما فتحنا دكان حلنا يعني كيف بدأت قصة قصة حقيقة غريبة يعني طبعا أنا ما كنت أعرف الصناعة ولا أفهم فيها ولا كنت يعني متخيل أني بدخل هذا المجال أصلا كان أخوي هو يدير أعمالي خاصة فيه و راح قدم باسمي على أن يطلع مصنع للأخشاب فردوا عليه الوزارة فيصل بطنين نعتدر قام جاء في الخطاب رفضوا الفكرة و أنا خلاص ترى بطلت يقولها فشفت أنا قلت يا أخي لماذا يعتدرون لماذا ما قالوا تعال يا فيصل لماذا أن الفكرة هذه مرفوضة أعطينا بديلة أعطيك مثلا تخصص ثاني تعشف الصناعة هذه فأخذت الخطاب و رحت الوزارة فقابلت الله يذكره بالخير كان مدير مكتب و وزير كان ظهر اسمه بانمي محمد أبانمي أعتقد الله يذكره بالخير و يوم شافني يعني عرفني كرياضي كرياضي نعم و قال لي قلت هنا يعني قدمت كشاب سعودي و كذا و عندي طموح لني رفضت فكرتي قالوا والله انت رفضتها لكن في المجالات هذه متاحة ممكن تعمل ليس ما تروح فيها قال لي والله صالح كلامك صحيح أنا أعتذر و حوالني على قسم الآخر و الحمد لله يعني فكلهم يعني لما شوفوا الوزارة الفكرة أني أنا متحمس كلهم متفاعلوا معي و الحمد لله خصصوا لي أرض و بديت فيها بنيت المصنع لما خلصت الهنقر و كامل توردت العين كيف يسوي أنا العين و إيش التخصص اللي يشتغل فيه فأجاء مصادفة واحد صديق الأخوي يشتغل في قطاع غيره السيارات و يشتغل و يجيب من الصين و برا و من يعني كذا دولة فقال لي تعال خانسة و يمصنع قطاع غيره السيارات كنت أنا ما أفهم فيه كان ماك شغل هي كلها مكينة حقن و القوالب و أنا بدأ أجيبها و كذا فبدأ يجيب مكينة الحقن جبنا مكينة ما شاء الله مكينة ضخمة حتى يجابها معا كنت أعرف و ما معنى 200 طن و خمسوية صارت 2200 2200 يعني الضخمة مرة يعني كبرها الصالة ما شاء الله قوالب القالب و أزنة يوصل لـ 18 طن يعني عالم ثاني دخلت المصنع أصرت أشوف و ما المواد الخام اللي نستخدمها و كيف يطلع فشفت بديت أتعلم فعرفت الوضع قاعد يصير يعني في الصناعة فكأني دخلت يعني تخصص مختلف و أخذت فيه دورة يعني مكثفة جميل فالحمد لله المصنع من أول المصانع في المملكة في قطعة غير السيارات نغطي يعني قطاع كبير من السيارات طبعا مجالات الخارجية الباستيك لن نتعرف مجال السيارات رئيس مجلس إدارة المصنع أنا رئيس مجلس إدارة أنت كريس مجلس إدارة يعني التجربة العملية ساعدتك هل كان في شيء آخر مثلا ساعدك أنك أنت عشان تدير مثل هذا المصنع و مصنع بهذا الحجم ما شاء الله و أول مصنع في المملكة العربية سعودية هو أول مصنع في قطع الغيار لكن أنا ما كنت ملك الخبرة عشان أديرها ولا أشتغل كان فيه هنا لكن كنت رئيس مجلس إدارة بعدين عاد يعني لما بدأت الأمور يعني دخل أخوي معي هو أخوي ضيدان هو اللي مسك المصنع و إدارة المصنع الآن و ما شاء الله الآن هو اللي يدير بالكامل يعني رئيس تنفيذ المصنع فبالتالي يعني كشباب سعودي بدين ننافس يعني شركات عالمية و ضخمة و دخلنا مجال يعني تنافس فيه قوي جدا ولكن الحمد لله لابد أنك أنت تضع يعني خطوة و التوفيق من الله سبحانه جميل بس تخصصك دعوة و تدير طبعا أنا بعدين يعني بعدما خلصت الدراسة كملت ماجستير في ما شاء الله في إدارة الأعمال و خلصتها من دبي M.B.A خلصت هناك فعطتني يعني برضو يعني زيادة يعني في العلم والثقافة على الوضع كممارسة كممارسة و على الاقتصاد و على التجارة و على الصناعة فكانت يعني لها إيجابيات كبيرة